السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا اداة جديدة خاصة بمعالجات الميديا تيك. تقدر من خلال الادة دي تتخطع حساب شاومي وتتخطع حساب جوجل وعمل ضبط مصنع كامل للجهاز. وكمان تقدر تفلش اجهزة اللي هي معالج برضو بطريقة سهلة جدا. وكمان تقدر تعمل يعني قراءة للزاكرة الخاصة بالهاتف. وتقدر تسحب مسلا ملفات معينة او تحمل مسح لاجزاء معينة من الزاكرة. يعني تمسح مسلا اه تمسح مسلا زي او ملفات من البيانات اللي تظهر لك على الاداة. يعني مظهر لك الموجودة على الموجودة على الجهاز تظهر لك في الاداة. يعني تحزفه برضو لعمل تريد جي بي تي. يعني هتقدر تعمل اي عمليات من داخل الاداة. تمام. عشان نبقى واضحين اي اداة. تمام? اه تقدر استخدمها في مجال لازم تكون الانتفارس علشان الانتفارس بيعمل زي حسف ملفات تشغيل اللي هي خاصة بالاداة. فهتيجي تشغل الاداة. الاداة ما بتشتغل شي معك. ففي الحالة دي لازم تكون او متأكد الانتفارس بتاع الوندوز عشرة موجود آآ مقفول. تمام? علشان طبعا اي حد بنزل جديد بيبقى الانتفارس شغال في الخلفية. تمام? اول حاجة زي ما احنا متعودين هنعمل برضو اللي احنا منخش على الجهاز الكمبيوتر ونبدأ نقفل بتاع الويندوز بتاعنا. تمام? اول حاجة نتجع الاختيار ده. ونضغط على الترس ده. وبعد كده نضغط على اللي الخاصة بالحماع. نضغط علينا ويندوز سوكوريتي ونستنى السوان وبعد كده نضغط هنا. وبعد كده نفتح لها قائمة اللي خاصة بالانتفارس. تمام? هننزل شوية تحت كده. هلل الاختيار ده. الاختيار ده احيانا بيشتغل لوحده. يعني انت لو قفلته هيرجع تشتغل تاني. فانا بقفله مؤقتا وهتأكد اللي هو مقفول. اثناء استخدام الاداة او استخدام اي اداة لازم تكون الانتفارس مقفول. تمام? اتأكدت الانتفارس بتاعها مقفول. هبدأ احمل الرابط هتسيب لك اسفل الفيديو الخاص بالاداة. رابط مضغوط. هتفك الضغط عنه. وهتبدأ تشغل اداة كمسؤول. الاداة اه بدون تثبيت. هتلاقي الفولدر يفتح معك عادي. وهتلاقي فيه ملفات وفيه ملف خاص بتشغيل الاداة. هتشغل اداة كمسؤول. تمام? وهتفتح معاك الوجهة دي. تمام? الوجهة بسيطة. ظهر لك بعض الشركات. يعني معظمها معالجات الميديا تيك. تمام? زي ما انتش شافين كده اجهزة اوبو فيبو انفي نيكس. تمام? ومعظم اجهزة الميديا تيك. تمام? اي جهاز بوصله بيظهر لك التعريف بتاعه هنا. اي تعريف بتوصل الجهاز بيظهر التعريف بتاع الجهاز هنا. تمام? تمام? بعد كده اول اختار معانا الرد. ده بيعمل اختيارين دول بيعمل قراءة للبرتشان. يعني بيظهر لك الزاكرة الخاصة او او اجزاء الفلاشة الموجودة على الجهاز بتظهر لك هنا. اليوزر داتا والسيستم والف اربي وكل حاجة موجودة على زاكرة الهاتف. بتظهر لك هنا. تعلم عليها تعمل زي مسح للبرتشان ده. تمام? اه او او تاخد مسلا نسخة منه. نسخة من الملف تحتفظ به مسلا. كده يعني. تمام? تعالى مع بعض نخش على الاختيار البعضي كده. ده الاختيار اللي انا اتكلمت عن اللي هو مسح قصدي. اه مسح اثناء لما تعمل قراءة للبرتشان. تمام? يعني انا لما اعمل ريد جي بي تي هزهر لي الاقسام. باعلم على اي قسم انا عايزه. تمام? اخد منه نسخة. او اعمل ايه? او امسح الملف ده. اعمله فورمات. يعني مثلا لو جالي جهاز عملت ريد جي بي تي. اللي هو ريد. تمام? قراءة. وظهر لي الاف اربي. باعلم على الاف اربي وعمل له اه اضغط على الزر ده. بيعمل لي مسح للملف ده. تمام? طب انا عايز اخد نسخة منه. بعلم عليه واضغط على كلمة ريد. تمام. الاختيار اللي بعد كده هو اختيار خاص بالفلاش. اللي انت تفلش. باختار فلاش اسكتر. الشكل ده كده. وبعد كده بصدرل الفلاشة. بعد كده بضغط فلاش. بكون موسط للجهاز مغلق. واكون ضغط على زر التعليات الصوت وخفض الصوت. تمام? هنا لو هعمل روبوت قاعدة تشغيل للجهاز. او خروج من وضعات اللي هو الجهاز هو مغلق. تمام? وضع البروم والحاجات دي. بتعمل خروج من الجهاز. لو اضغط كده بعمل خروج من الجهاز. الاختيار ده بفتح لك قائمة تانية. الاختيار ده بفتح لك قائمة تانية. القائمة التانية بتظهر لك بقى? بيعمل مسح لحساب شاومي. بيمسح حساب شاومي او بتخطى حساب شاومي. بعد كده بتخطى حساب جوجل اللي هو الاف ار بي. تمام? حساب جوجل. هنا بيعمل فرمات. بيعمل فرمات. تمام? احيان بعض الاجهزة زي الاجهزة الابو وكده كتلاقي الداة موجودة على الجهاز. بس مش كل الاجهزة مش كل الاجهزة اللي هتلاقي الداة موجودة على الجهاز. اللي هو الداة ايه? يعني كل حاجة للسابعة الجهز? لا. زاكرة الهاتف مش هتتحزف زي الاجهزة الابو كده. تمام؟ بس اي حاجة تھانية تتحزف. الاختبار اله بعد كده. اختيار برضو مسح Luke. يعني عمل اختيارين لتخطي احساب جوجل. تجرب ده او ده. تمام? لو رجعنا الورا كده شوية هنلاقي كلمة ريد فلاش. ريد فريموير. تمام? ده بيعمل آآ زي آآ للفلاشة الموجود على الجهاز. يعني بتاخد نسخة من السوفت وير الموجود على الجهاز. تمام? وبعد كده تقدر تفعلوشه تاني من خلال القايمة دي. تمام? عشان انت لما بتجي تسحب الفلاشة بتسحبها بفلاشة سكتر. تمام? تمام. يبقى احنا كده عارفنا هنا بعمل قراءة للبرتشنات. هنا بياخد اي حاجة انت عايز تاخد منها بقب من الزاكرة اللي هتظهر لك. تمام? تعلم عن اي اختيار. وهنا بيمسح اي ملف انت عايز تعمله زي ضبط مصنع من خلال الاختيار ده. وهنا طبعا الاختيار ده اللي هو بيفلش الفلاشة سكتر. وهنا لو هتعمل عادي تشغيل الجهاز. وهنا قايمة الخاصة بعملات تخطي حساب شاومي او تخطي في اربعه وعمل تمام? والاختيار الاخير اللي هو عملية آآ تفليش آآ بفلاشة سكتر. يعني تفلش فلاشة آآ سكتر. اللي هي خاصة بالميديا تيك. زي ما هيطلب كده. يعني انت كده تخش كده هيطلب منك فلاشة سكتر. تمام? وتختار ملف السكتر وهي ظهر لك بعد كده وتفلش الجهاز. دي الاداة الخاصة بمعالجات الميديا تيك. ودي قايمة طبعا نزمتش من كده قايمة خاصة بعملات للجهاز على التشغيل برضو وعملات آآ قراءة للجي بي تي برضو. او اعمل آآ خروج من وضعات يعني. تمام? وهنا بعمل زي قراءة لبيانات الجهاز. تمام? لو ضغطت كده. ده خاصة بعمليات التعريفات او البوت الخاص بالاجهزة. تمام? او. طبعا الجهاز لما بتوصل. الجهاز لما بتوصل. زي ما انتم شايفين كده. تمام? الجهاز لما بتوصل بقرأ معاك التعريف بتاع الجهاز. عايز تلغي العملية بتطور تسطوب خلاص العملية اتلقت. الاداة لستنازلة جديدة يريدت آآ الناس تجرب الاداة وتقول رأيها في تعليقات. طبعا زي احنا متعودين اي حاجة بتنزل جديدة بنحاول نقدمها في القناة علشان في ناس مبتدائين في مجال بيحتاجوا الادوات دي يشتغلوا بيها كابتداء لهم في الشغل لحد ما يتوفر عندهم امكانية لقدروا يجيبوا ادوات مدفوعة زي ما انا قلت قبل كده. فالقناة دي بتحاول تعلم اي حد آآ حابب يخش في مجال السوفتوير. تمام? فيستقدر يستخدم ادوات دي لحد ما ربنا يكريمه زي ما انا قلت ويفعل ادوات مدفوعة. تمام? طبعا الاداة ممكن تكون اداة ضعيفة وممكن تبقى اداة قوية. انا زي ما انا قلت لما بتوفر معا اجهزة. تمام? انا بعمل شرح عملي آآ في القناة. طبعا انتوا ساعدوني برضو لما آآ ارفع حاجة وانا ما عنديش حاليا جهاز اجرب عليه. لو انت متوفر معاك جهاز اعمل عليه تجربة على الاداة. اقول رأيك آآ في التعليقات. طبعا رأيك يهمني ويهم غيري. علشان في ناس ما بتفرجش على الفيديو ممكن تخش على التعليق قبل ما بتفرج على الفيديو يتأكد من مصدقية الاداة شغالة مش شغالة. الكلام احنا عارفينه ده. تمام? فالتعليقك طبعا يهمني وبشكر الناس اللي هي بتكتب التجارب بتاعتها آآ تحت الفيديو في تعليق. طبعا الناس آآ تشكر على آآ التعليق بتاعهم. اشكروا. آآ والزي ما انا قلت يا جماعة آآ اللي عنده اي مشكلة بسيب رابط حساب الفيسبوك الخاص بيا تحت الفيديو. عشان في الناس كتير بتتوصل معايا. بقيت رابط حسابي الفيسبوك. انا رابط حساب الفيسبوك الشخصي اللي تتوصل معي هو اللي تحت الفيديو او اي فيديو بتخش عليه هتلاقي تحت الرابط الفيسبوك بتاعي هو ده اللي تتوصل معي. تمام? آآ طبعا زي ما انا شفتوا كده الاداة بسيطة. ما فيش حاجة صعبة في الشرح وزي ما احنا متعودين. لو عجبك الشرح بتاعي ما تنساش تعمل شكل القناة. واتفعل زر الجرس واعمل اصحابك عشان غيرك تستفاد وانساش تتعمل لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.